السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيبي اعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هعمل معاكم كيكة الماربل اوي كيكة اليومية بطريقة سهلة اوي 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 وبسيطة اوي 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 وحنستعملوا فيها حاجة ماستعملنهاش قبل كده حنستعملوا مع بعض في عمي الكيكة الماربل انك حلهشة الطريقة اللي انتو شايفينها دي الكبه هتقول لي طيب ما احنا بنعملها في الخلاط هقولكو ايوة بس في الخلاط ما بتقدريش تحطي الدقيق انت بتحطي المكونات السهلة بس ولكن في الكبه انا بقى حواليكم هعمل ايه هنا حطيت بطين وكمان معلقة صغيرة من الخل وكمان بكت من الفانيليا وكوباية من السكر وكله متعاير بكوباية واحدة تمام ونس كوباية من الزيت وكمان كوباية لربع من الحليب كوبايتين من الزيت الابيض منخلين كويس جدا ولازم ننخل الزيت كويس لان ده سر من نجاح الكيكة وكمان ان هي تطلع هشة ومرتفعة كمان هنحط زرة من الملح وبكت من بودر وحقفل كله بقى واروح اخلطها بصوا بقى ساعة ما كنا بنعمله في الخلاط بنخلط المواد السيلة فقط انما هنا انا بخلط كله على بعضه يعني ما بستعملش ادوات كتير حخلط دقيقتين وحبدأ اقلب كده افتح واقلب الجوانب علشان لو فيه اي دقيق متعلق كده في الجوانب ينزل معي وبعنين حرجع اضرب دقيقتين كمان طريقة سهلة قوي 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 وانتو شفتوا بعينيكم النتيجة في الاول كانت عاملة ازاي وكيكة بتاعتنا طلع هشة ومرتفعة وجميلة جدا بعد كده جبت السينية بتاعتي العادية خالص اللي بعمل فيها الكيك وحنزل كده بالمقدار بتاعي خالص لو انا عايزها فانيليا بس حنزل بالمقدار بتاعي كله طب لو انا عايزها ماربل زي ما انشفتوها بسيب كده حوالي معلقتين من الخليط بتاعي احط عليهم معلقة من الكاكاو الخام وكمان معلقة من الحليب عشان يعادل لي التقل او السمك بتاع الكيك بتاعي تمام ممكن اضرب بقى في الوقت ده والضربة كمان كده اخلط المقادير كلها بس لان انا دي كمية صغيرة فحستي ان هتبقى احسن ان انا قلبها كده بالسباتولا واخلطها كويس تمام طريقة بقى مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده يعني طفلة صغيرة ممكن تعملها وكمان كده انا سهلت عليك وتقدري تعملي الكيك ده لولادك كل يوم مش هاخد معاكي بالزبط خمس داقف عميل جبت بقى هنا ستنية بتاعتي وحدة اخد كده واعمل خطوط بالكيك الشوكولاتة فوق الفانيليا انا هنا استعملت المعلاقة المعيارية تقدري تستعملي كيس تلاجة تعبي فيه اللي هو الجزء الشوكولاتة ده والتخطات كده او كيس حلواني المتاحة عندك تقدري تعملي به تمام? لو وصلت لحد هنا وانت اول مرة تشوفي فيديو من فيديوهات ياريت تشترك في قناتي وتفعالي زر الجرس على الكل عشان يوصل لكل وصفاتي الجديدة ولو انت من متابعيني ما تنسيش بقى بااااا كومنت ولايك جميل منك ولو مش من متابعيني وعجبك الفيديو ياريت برضو تحطيلي لايك للفيديو. هبدأ بقى اخد خطوط بالطول وبالعرض كده بالسكينة علشان اعمل الشكل الجميل دوت. دخلتها على فرن متسخن قبل ما دخلها. بحوالي عشر دقايق. على درجة من مية وتمانين لميتين درجة. حسب قوة الفرن بتاعك قعدت على الشبكة اقل في النصف. او الرف الاوسط خمسة وربعين دقيقة. وتلعت معي بالشكل الجميل ده. سبتها لغاية ما بردت. بعد كده بدأت اقطعها بالشكل دوت. تحفة جدا طرية وهشة وجميلة جدا جدا جدا. خدتش معي وقت ولا مجهود ولا ادوات ولا غسلت موعين كتير. طريقتها سهلة وبسيطة. بصوا عاملة زي السفنجة بالزبط. الفيديو ده نزلته وفكرته جات لي ان انا نزله. انا بصراحة بعمل الطريقة دي من زمان من سنين. من ساعة ما جبت اللي كب. بس انا نزلته في الوقت ده لان احد المتابعين اللي شافه ريفيو الكبه سألتني هل انت فعلا بتعملي فيها كريم شنطيه? وبتعملي فيها كيكات قلت له ايوه هنزللك فيديو بكده. اتمنى انها تكون سمعيني واكون في التهو في التوكو. شكرا لكم ولمتابعاتكم معي. ترجمة نانسي قنقر